بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرق المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنكمل مع بعض إن شاء الله موضوع التوزيعات الاحتمالية للمتغيرات العشوائية بعد أن تعينا من التوزيع الاحتمالي للمتغيرات المنفصلة هنبدأ مع بعض اليوم في بعض التوزيعات المتصلة التوزيع الاحتمالي المتصل بيأخذ جميع القيم الصحيحة والكسرية أي يأخذ جميع القيم المحصورة بين قيمتين وزي ما قلنا عشان نمثل المتغيرات العشوائية المتصل لابد أن يكون عندي فترة أو مدى معين من القيم لو حد أدنى وحد أعلى كأن كل المتغيرات العشوائية المتصل يمثل القيم ما بين 0 و10 وبالتالي هناك عدد لا نهائي عدد غير محدود بين القيمتين 0 و10 يديني المثال هنا بفترة صغيرة جدا من 0 إلى 1 إلى أن هناك عدد كثيرة جدا 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 غير محدودة بين هاتين القيمتين الصفر والواحد فإننا نعني بذلك وجود عدد لا نهائي من القيم بين القيمتين الصفر والواحد أي أن الاحتمال عند كل نقطة من قيم المتغير المتصل بتساوي الصفر ودي ملاحظة مهمة جدا جدا في المتغير المنفصل نستطيع أن نوجد الاحتمال عند قيمة أو عند نقطة بينما في المتغير المتصل لإيجاد الاحتمال لا بد أن يكون لدي فترة أتحرك من خلالها لا يكون لدي قيمة أو نقطة واحدة لأن الاحتمال عند نقطة أو قيمة بالنسبة للمتغير المتصل حيكون بيساوي صفر بينما يأخذ المتغير العشوائي المنفصل من قيمة محددة يمكن عدها لذلك يمكن تمثيل التوزيع الاحتمالي للمتغير المنفصل بجدول جدول توزيع احتمالي له قيم وأمامه أو يرافقه احتمالات يحتوي قيم المتغير واحتمالتها المرافقة بينما لا يمكن ذلك في حالة التوزيع المتصل ولكن يتم التعبير عنه بدال لا تسمى دالة كسافة الاحتمال زي ما حضراتكم شايفين معايا المثال أو الشكل البياني للتوزيع المنفصل عبارة عن أعمدة فوق القيم فوق كل قيمة هناك احتمال متحقق لهذه القيمة بينما في التوزيع المتصل يتم تمثيل التوزيع بفترة لها حد أدنى A وحد أعلى B وهذا الاحتمال أو المساحة المحصورة أسفل المنحنة تسمى أو يتم تمثيلها بدالة كسافة الاحتمال التوزيع الطبيعي أولى التوزيعات المتصلة معايا في هذا المنهج ويطلق عليه Normal Distribution التوزيع الطبيعي واللي أحيانا بعض الناس بتسميه التوزيع المعتدل عبارة عن توزيع متصل أو مستمر يأخذ شكل ناقوسي في صورة منحنة متماسل زو خمة واحدة ويمتد طرفي التوزيع الطبيعي من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية شكل البياني بتاعه بيكون في صورة ناقوس أو جرس بالشكل ده أو عندنا في المملكة بنشوف وإحنا ماشينا على الطريق صورة خلي بالك أمامك مطب صناعي بتكون في صورة الشكل الطبيعي اللي قدامي هذا الشكل له قمة واحدة زي ما حضرتكم شايفين وهو متماسل حول الوسط الحسابي المتغير العشوائي X متماسل حول وسطه الحسابي 100 طالما أنه متماسل إذن المساحة المحصورة أسفل المنحنة والتي تمثل 100% تنقسم إلى جزءين جزء ناحية اليسار ب50% وجزء ناحية اليمين ب50% أو أحيانا نكتبها نص ونص وتأخذ كثيرا من الظواهر مثل الأطوال والأوزان والمسافات شكل بياني يكون قريب من المنحنة الطبيعية ويتم غالبا الحصول على القيام الاحتمالية للمتغيرات العشوائية اللي تأخذ شكل المنحنة الطبيعي بعد تحويلها إلى متغيرات عشوائية تتبع توزيع معياري يسمى التوزيع الطبيعي القياسي أو أحيانا مطلق عليه التوزيع الطبيعي المعياري إذن لإيجاد القيم الاحتمالية لقيم المتغيرات العشوائية التي تتبع التوزيع الطبيعي نقوم بتحويلها إلى توزيع جديد يسمى التوزيع الطبيعي القياسي هذا التوزيع الطبيعي القياسي تم أعداد جداول إحصائية له مسبقا للحصول على القيم الاحتمالية مسبقا التوزيع الطبيعي القياسي يتم الحصول عليه من تحويل المتغير العشوائي من رقم طبيعي لا نستطيع حساب مساحته إلى متغير عشوائي جديد نطلق عليه زد نستطيع باستخدام حساب المساحة المحصورة أسفل المنحنة وهذا المتغير الطبيعي متغير الطبيعي القياسي يسمى زد نحصل عليه بطرح المتوسط ميو والقسمة على الانحراف المعياري سيجما إذن للحصول على الزد نأخذ الـ X نائس الميو تأسيم سيجما وتطرح قيمة الزد من ناحية اليمين ومن ناحية اليسار بين سالب وموجب أربعة سالب أربعة وموجب أربعة وهذا التوزيع زي ما قلنا له قمة واحدة متماسل حول الصفر أي أن الوسط الحسابي للمتغير الطبيعي القياسي زد يساوي صفر وتباينه وانحراف المعياري يساوي واحد زي ما حضرتكم شايفين المنحنة متماسل حول الصفر أي 50% من المساحة ناحية اليسار و50% من المساحة ناحية اليمين موسيقى موسيقى موسيقى